قال حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا إن قلبي يقول لي ورساني يصدقوا كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرقوا يا السلام واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا شاهدين الكرام مستمعين العزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة لبرنامج الوعد الحق الجزء الثاني مرحبوا بحضرتكم ومعنا مرحبوا بضيفين الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضلة الشيخ الأسعاد أبدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم مرحبكم السلام ورحمة الله مرحبا يا أهلا ماذا صنع الله بكم لا يصنع الله بالعبد إلا خيرا سبحانه والحمد لله فهمنا أم لم نفهم هذا وممكن ما نفهمش الحكمة آه ممكن لا تفهم الحكمة ربما لم يعلم إلى الآن أصحاب السفينة لماذا خرق موسى سفينتهم الله أحسنت أحسنت أو لماذا قتل الغلام أم لا دعا سبحان الله الأحكام تعلل لكن فهمت أم لم تفهم فأنت مع قضاء الله وقدره أنت وقف على ساحل بحر القدرة تقول أمان وكله خير تسليل لماذا تبكي دائما عندما نتكلم في هذا المحب يعني والذي العباد إلى الآن كثير من ربنا عرفينا لم يفهم يعني ما قدر الله حق قدري وما قدر الله حق يا أنا لا أستطيع أن أتجرأ عن رجل ذو حيثية العبادة تجرأون وبكون سهودة يا ناس سهرانة على معصية أمامهم مشروبات محرمة وإذا ظهر على الشاشة شيخ تائه زي حالات لكي دائما لا 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 دون المضيعين الدنيا دون ليه قال إني أخاف أن يود لدينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد من عن من فرعون بيتكلم عن موسى أن يظهر الفساد أن يظهر الفساد ما أنت بتقول لي في حلقة سابقة ما دي وجهة نظره طب يعني وجهة نظره أن نسلم بها يعني لا إذا كان هو أنا لا آمانه على أنه لا يعرف الوضوء ده في ناس يا ابني في ناس يخوضوا في الدين حتى ممن يدعون العلم مجهولي النسب الفقهي جميل هذا المصطلح نعم لا نعرف من أين ويحل ويحر وربما فتاوى عايزة مجمع فقهي لكنها تصادف هوا في نفوس البعض ما عليش ده خصة تانية طب موسى إلا ما صادف هوا قالوا إزاي أنت تتزوج سجاح فين المهر قالوا وضعت عنكم صلاة العشاء يا حلاوة إيه اللي كراميات ده الموسم بتاع التخفضات الجه نعم وماذا نصنع في قبيلة جات للرسول قال لا لا نسجد ما يصنع الله بأن نضع وجوهنا في الأرض ونظهر أستاءنا ربك خلت أدب هذا المنطقة الله أكبر ها سلم يا شوفنا عندما تطمس البصيرة ولذلك أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الشي من حقوق الله وشي من حقوق العباد أول شي ما الذي من حقوق الله سبحانه وتعالى الصلاة أول أول ما يسأل العبد يسأل عن صلاته هو بداية هو الذي سيسأل المسلم أم غير المسلم والمسلم ولا غير مسلم لن يسأل أصلا في جهنم هو فيه ناس بعد إذن وضعتك هتروح من المحشر في جهنم مش هاته الحاسب شوف يعني الدليل على أن قوم نوح حضروا المشهد طبعا وسؤلوا هل أرسل أيكم نوح ويعلم الله سابق كفرهم وقد أثبتوا كفرهم عرض التاريخ وطوله نعم تمام لكن يسألهم ولا لا يسألهم يبيوا يسألوا يسألوا عشنا لما يدخل النار ولا طب مش انت في الدنيا يقول ايه طب صبرك بالله طب مالا بتتهم الولد استنى لا طب لا ده يقف ويسأل لماذا كفر مش هرسول كالف وصف الصراط ضحض مزلة او مزلة ضحض مزلة نعم ومنهم المخدوش والمر والمكردس والمكردس استماتت ما نجعل الصراط ما نجعل الصراط ما هو الصراط بعد الحساب بعد الحساب ايونا الله أكبر حدا أول ما يسأل عليه العبد والصلاة ده الحق اللي بينه ولا الكفر والإيمان الأول لا لا خلاص الكفر يسأل عن ايه يعني انت أمنت ولا ما أمنتش بلا يثبت هسأل العبد المؤمن عن أسئلة أربعة طيب عمره وشبابه عمره قد ضف ايه فيما أفناه والشباب لأن لغة العمر والشباب مهم زمن لا العبد لما يكبر بالسن يبقى أسير الله في الأرض لما لما أصبح ما عندوش همة يروح المسجد ما عندوش همة ما عندوش همة يولى للمساكين ولا يعطيهم ما عندوش همة يجاهد في سبيل الله ضعيف ليس على الأعمى ولا على المريض أصبح مريض فأصبح لسابقة أعماله أصبح مميز عند الله حتى الملائكة تخفف من كتاب السيادة عليه الله أكبر فده يعني سبحان الله عن شبابه وعن عمره وعن شبابه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه لإما أكتسب المال من حرام وأنفقه في حرام ده على النار وانفقه من حرام وأكتسب من حرام وانفقه في حلال على النار وانفقه في حلال وانفقه في حلال وانفقه في حرام على النار المنبع والمصب حلال هو ده الوحيد اللي هيتحسب عليه الله انت مسرف ولا مش مسرف مبذر ولا مش مبذر طب ما ينفعش نعمل غسيل أموال يعني نسرق ونروحنا حجة أو نتوب ونتصدق لا هذا كالذي يغسل استهوبا نجسة بالبول ما زاده إلا نجاسة ويكون زاده إلى النار طب ما هنعزين نحلها طيب يعني ما تحلقه هنحن نفصل ما فهاش حر أعمال الخير والبر وكفاءة اليتيم سلق قم اليار وبيعمل خير وخادمنا إلا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة لأن من باعه أصلا حرام طب ولو حجة واعتمر يمر الحج والعمرة يقول لبيك اللهم لبيك ولو لا لبيك ولا سعديك والحج مردود عليك مالك من حرام وثيابك من حرام ومطعمك من حرام فأنا يستجاب لك يا الله المن الحلال الله يرضى على حسن البصر يا رحمه الله قال أنا عايز درهم حلال تعمل بيئة إمام أبا سعيد قال أجيب رغيف وحمصه وأطحنه وحطه في حق والمريض يأخذ لحظة يشفه يا الله مطعمه أطب مطعمك تاكن مستجاب الدعوة ليه يحبت قمح بعض حبوب القمح في مخازن بيت المال كنوات التمرة فبيروح العمر بن الخطار قال سبحان الله تستخرج في أيام العدل فزي من عمر اه ما بالونا نحن يعني إذا المال عن مالي من أين اكتسبه ودي مهمة جدا الله يرضى عليك مهمة لازم شوف شوف ولذلك أول من يدخل الجنة من مع الرسول طب لو اكتسبه هناخد بعض الطرق بعد إدن مضيرتك مثلا في الحياة الدنيا الآن احنا بنصلح الواقع للوعد الحق ما هي من التمثيل من الرقص يا جوز هذا أمر يقره الله ورسوله لا طب من الإكراميات في العمل مثلا مودة ومحبة ابن اللوتبية لا يقبل أيضا طب طب إذا كان المنصب يقرر له هذا الراتب يعني لا إذا كان هذا بالقانون وأقرته الولي الأمر وأقرته الدستير والقوانين للناس تعرفت عليها خير وبرك ليس امتصاصا وأخذا من حقوق العباد ولو كان بالقانون أيضا يعني بالقانون يأخذ ملايين ويأخذ عمولات ويأخذ نسب ويأخذ بالقانون أي قانون هذا القانون الذي يحكم العباد خلاص إذا ارتضى الناس وهكذا خلاص سبحان الله أرا في نفسك شيئا منه يعني يعني يا ابنة كلك بس لا إلا الله نحن بنصلح الدنيا يا مولانا ولكن بنمزق إيه إذا أصلحنا الدنيا بهذا المنطق وبهذه الخروقات سبحان الله قلوليته عليكم ولسته بخير ده مصبت منصيب الله يعينه أي مسؤول طب ما سيدنا مسايدنا عمر لما أرجع أبو بكر وكان تاجر قال له اترك تجارتك ونفرض لك من بيت مدن المسلمين عشان يتفرغ للحكم لا عشان يتفرغ للحكم لا ما يخير بس اتداله من بيت مدن المسلمين ما هو خد مش خد فلوس ده كان درهمين في اليوم كم درهمين وعمر جاب الخازن قال له تعالى كم تخلفنا في الحج قالوا ستة عشرة دينارة قالوا اتقل لا هذا اسراف ليه ستاشرة دينارة في الحاجة اسراف وبكر دينارة في اليوم الله يرحم شيخنا الشيخ كيشك بيقوله يعني في معايير للرواتي الحلال لا لله عمر لما حط المرتبات عملين ايوه ابو بكر الاول سوى بين العطيات قال هم اسلاموا لله قال له يا خليفة رسول الله سيدنا عمر تتسوي بين من من قاتل مع رسول الله كمن قاتل رسول الله يعني تهدي ابو سفيان زي ما تهدي عبدالله ابن عمر اه قال هم اسلاموا لله اما العطيات عطيات دي عطيات الدنيا تمام؟ تمام فجاء عمر فانزل الناس على خدمهم بعد ان اعطى امهات المؤمنين وقال بيت النبي اكبر راته خمس تلاف السنة السنة؟ ايوه خمس تلاف السنة ايوه ثم انا بقف عند الارقام عشان اتعجب بس لا لا ثم اه سبحان الله ابو بكر رضي الله عنه لما جيه موت قال يا عيشة هذه ناقة خارج الدار ناقته ناقته وهذه وهذه الرحة وتلك القربة وهذه الحصير ايوه 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 اصلا كان ثري لكن قال رديها لبيت المال حتى تكون خلافتي للمسلمين حسبة الله هاي انا مش عايز اخد منهم شي وقال عمر عندما بخرج ليت ليتني كفافا لا علي ولا لي ليت ام عمر لم تلز عمرا يا ليتني كنت نسيا منسية مش بنوا لابو بكر دار مثلا بفلوس المسبوع ما بنوش يبني ولا حدر هو اللي بنع يا سيدي ماشي يبني لان احنا في بيوتنا نارا ومفيش مشكل لكن عندما تكون الناس في يعني اضربة مثال البسط ومطرق في المشروع العلام اللي راح مشتركيش كواحد المصدين قال يا سيدنا الشيخ اختروني عضو في البعثة بتاعت الحج الرسمية حلال يعني ولا يعني حلال ولا انا قالوا احنا كم مليون يا ابن قالوا احنا ستين مليون قالوا هالتوقيع من الستين مليون انهم موافقين ورضيين انك تاخد من مالهم عشان تروح تحج يا الله يا الله المفروض ان يكون هكذا والحساب على هكذا ايو طبا اما اذا كان هناك وقف للمسلمين وقد اوقف الناس لمثل هذه الامور خيروا برك لا حرج في ياد ويسأل عن مالي من انك تسبت يا ابني في القرن الرابع الهجري كان في مصر وفي الشام في في مصر كان وقف الزبادي ووقف القطط الضالة ووقف الخيول المسنة ووقف ايناس المريض يعني العيان ده يألون اجروا الواحد زي محمد كده يجيدي الشعر والامل وزيه يقول له خد يا عم كده وروح كده بعد المريض كده وحكي له وكاية الامل يوقف اتساعتين ثلاثة اقولوا الله وكان واحد بلو خبوه سبحان الله واحد مون اناس الزبادي واحد عامل بيت خورفة برا بيت او جنب بيت فيها الاوان الفخاري اللي بحط هو الزبادي عارف الزبادي اللي هو وقف الولد اللي خادم رايح يتكسر اللي بتاعه ممكن السيدة او اللي سيدته يضربوه ولا يذوه يروح نعدي الولد حتى بتاعه المكسورة اللي هو وقد السليم وقف الزبادي وقف القطط الضالة سيدنا عمر بن عبدالعزيز جاعد في الشام بلغوا ان في مصر بيحملوا البغال والوحصين بتاعه اللي الحجين تقول احمد اكثر مما راح بعث مرسوم لا يزيد اللي جامعا ميزان كده ولا يحمل الحصان او البغل او الحمار اكثر من ستمائة رطل في حد ليه عنده حس عند الناس ثم انثروا القمح على الشغاف الجبال حتى لا يقال ان في زمن عمر جاعد الطيور يا سلام وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفقه وعن علمه وعن علمه عملي في علمه راء عمل منظره افتغلط نافق داهم بهذا المنظر كل هذا بعد ان يسأل عن الصلاة لا لا الصلاة الصلاة اغلق الملف اغلق الملف ويدعى الى الصلاة في النار فلا يستطيعها هيجد عليه يجد على النار يركح في النار طبعا في سعة ما سلككم في سقر لم نكن من مصليه الصلاة الصلاة لا حظة في الاسلام لمن ترك الصلاة وان كان مؤمنا ولم يشرك بالله لا 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 الصلاة طب هل في رخصة انه لو مات تعوض تكفر لا الصلاة بالذات عبادة بدنية كما قلنا في حلقة سابقة تعوض الامور كلها فالذكاة ممكن الصيام يطلع بدنك اكفرات الصلاة لا في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كله اليك كان عنه مسؤول هل سيسأل الانسان عن هذه الاشياء اولا ولا تقف انت ليس يا بالاولانية ولا تقف ما ليس لك به علم يعني انا اذكر في الاخر السبعينات كده نتحدث في الدر الاخرة والنشرح صحيح البخاري وقف سائل ان يسأل قبل ان اعمل اسئلة في ورقه كان ما كانت شفير رفاهية بتاع ورقة وقلم يعني يعني اللو يسأل اسام نعم وكان الناس عندها يعني الريحية في الدر فالانسان يسأل قل لي مولانا نعم قالت الجن مش من النار قالت نعم قالت طب كيف ربنا نعذبهم في النار قالت انت جن قال لي لا والتاني انت انس اول ما تصبح جن تجيني واجوق ان شاء الله. يا عم يطلع جن يتحسر. سبحان الله. والتاني بيسأل برضو. المليارات دي في مكان واحد. ايوه. كيف يعني يا شيء ما يعقلش. يا ابن الحلال الاخرة هذا غيب لا نتخيله. احنا بس بنقول بما نفهمهم من كتاب الله. لكن في هيجمعهم في مكان واحد. كيف يا مولان. يا عم يا امه يصغر الناس يوسع الناس. في ايه دا ممكن يجمعهم في ثقب ابرة. لا يسعر عما يفعل. لكن لا هو شاغل دماغ. طب السلام. ممكن تسأله يا امنا عيشة سالة النبي لما نادل قوله تبارك وتعالى والارض وجميع القبضات ويوم القيمة والسلام. اي فاين العباد. قال على الصراط. نعم. يعني في اماكن مش لازم تكون بمنطقة. لا وابعدين عرضها. عرض السامن. قال له طب و اين الليل و اين العرد. اي سبحانه نظاف. اين الليل اذا جاء النهار واين النهار اذا جاء الليل. فلا تشوف. يعني ولا تخفوا ما ليس لك يعني. كمان نضم لهم الله يرضى عليه الفضو دي. ده حب المعرفة. لا لا. حب استطلاق. لو وضع عنفه في حياة الناس. ولا تخفوا ما ليس لك يعني ما تسكن. يعني شو. طب اي عملي قفتش عن المعلومة يا مولان. لا لا يا شيخ. الساعة دي. بكم. هتشتري زيها. مثلا. لا انا بسأل باب يعني المعرفة. اه. لا يعني مش تجيب غرفة زيها. يعني 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 يشغل بالك انها رخيصة او غالية. لا لا بسأل. طب ليه. ليه. حب استطلاع. انا لو مريت. لو عندي حب وفضول. اه. همر على بيت. نعم. بيته من هذا. من مدة وانا السيارة ماشي جنبه. بيت مين ده. ده بيت محمد خالد. معقول. محمد خالد الرجل المضيح اللي قد حاله. جاب منين البدء. دخلني انا في متاهة ان انحضره الى ان اذكره بشيء لا يستحب. ومن حسن اسلام المرء تركه. الله عليك. الله عليك. الله عليك. وده من الاربع حديث العمد للإسلام. عند علم. عند علماء الحقيقي. ده. اه. في اربع. يعني اه ما من هذا الحديث. من واحد منهم. ما هذا وانما الاعمال بالنياة طبعا. طبعا. لجميع. اه. فالمهم نعود الى ان السمع. والبصرة. والفؤاد. كل اولئك كان عنه مسؤولة. يعني كل اولئك ليه. هو. قد يستزر الانسان. ايه السمع البصرة والفؤاد. ايه ده. طبعا. السمع ده اللي سمع خمسين سنة. شر. مش يتسئل. ليه انت. فلا تقعدوا معهم. حتى يخوضوا في حديث غير. انكم اذا مثلهم. طب كانت وظيفته كده. ليسأل نفسه. ليسأل نفسه. هل هذه الوظيفة. ترضي الله ام لا ترضيه. ترضي رسول الله ام لا ترضيه. هذا هو المقياس يا ابني. وكيف يعيش. يا ابني. انا عزين فضلتك تحللنا المشكلة. يا حبيبي. هيعيش لان الله هو الرزاق. اللي خايفة من الطلاق وقعد في ذل تلاتين سنة. ما تظن ان الرزاق هو زوجها. النجار مات. ما هي لو مش متعلمه ما عندهاش شيء ولا وظيفة. يا ابن الحلل مش غير وسيلة. النجار عنده تسع بنات. ومات. نعم. الجارات دخلوا يعزوا المسكينة. الارمالة. من اين تأكلين. وده كان رزقه يوم بيوم. قالت عهدته زوجي اكالا لا رزاقها. ذهب الاكال وبقي الرزاق. الرزاق. الله. ها. الرد كده خيص? جدا. جدا يقين جميل. وده من واقع يعني. السمع. والبصر. طب انا بس انا نظرت الى الناس باحتقار كم سنة. طب مهم الناس عبوا الرسول معذرة قالوا ذو الرسول هو اذن. ده المجرمين. لا المجرمين هؤلاء هم المجرمون. طب هل رضي الله بهذا? لا. اذنه خير. اذنه خير. اذنه خير. شوف 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 شوف. اذا رضيت عني كرام معاشراتي. رزاق غضان عليك. شوف انظر من يعاديك. اقول لك من انت. جميل. ان عداك اهل الخير. ان عداك اهل الشر. خير. بس. والبصر. والبصر. ان ينظر الى. ان ينظر الى العباد باحتقار وان ينظر الى ما حرم الله. يسأل عنها. الله رحم الله امامنا احمد بن حنب. رايح بغدادي في البغدادي رايح يصلي في جامعة عاصفة. نعم. فواحده ماشى قدامه بكم متر. فكشفت ريحه ثوبها. فعينه بوسوا قدامه وقعت على الخلخال. الخلخال الست. فحطت العبايا على على رأسه. قال تعيش يا ابن حنبل الى زمن الفتن. حال. الحمد الله. ان الله نظر الينا لنا. ان تعامة يعني صراحا رحمه الله. السمع والبصر والفؤاد. الفؤاد. الغدل والحخد والحسد والامن من مكر الله. والقروط من الرحمة الله. واضمار الشر للناس. والنفاق. والقلب الاسود. واللدد في الخصومة. قدوا هده منبع القلب. يحسب علي. لا الهلا الله. وإن لم يفعلها. يا ابن الحلل ما هو يعني حسود. ايه فعل الحسد. اتمنى ان تزور النعمة عليها. انا اقول كده. اللهم اني نويت ان تزور النعمة من عند محمد. لا. انا حسد اقول ليه هو صحيته كويس. ليه ان اولاده ناجحين في الله. ليه مستقيمين. انا اولادي مش مستقيمين. مش ده حسد. ولا يزب اقول. بل. الا كل من بات لي حاسدة. اتدري على من اسات الادب. اسات على الله في صنعه. فلم ترضى لي ما وهب. لانك لم ترضى لي ما وهب. فجازك ربي بانزادني. وسد في وجه كباب الطالب. طب بدل ما تحسده. طب ما يطلبون الله يعطيك زيه. لان الخزان مليانة. اقول ايه. اللهم بارك له في مرزق. او ما شاء الله تبارك الله. اللهم ارزقني افضل مما رزقت. او زي ما رزقت. او اعطني مما اعطيته. فخزائنك لا تنفت. كده مش مش. ده زي الفور. اه. بس. ده غب طبعا انا اغبطه ولا انا. الله يرضى علي. فالحسد الغل. في ناس عندها غل ولك. نفسي اشوف اولاده مش اعلم. اتمنى يا مؤمن. يحدث ان البيت ده مينفحش يعيش مع بعض. خلو احد يروف حال. نا. طب ليه انت يا بنتي تعيش بعدها تلاتين اربعين سنة تغتبيه هو واهله. كسبتي ايه. وهو يقعد يشهر ويعمل ويسوي ثلاثين اربعين سنة. يا ابن ما انفصلت الحياة خلاص. لعرفت تمسك بمعروف ولا تفرق باحسان. مع ان احنا في العقد. نا. يعني كان ميثاق غليل. ما اسطحش الاثنين. ما صارو حال. ليه انت تعيش. جاعد اقول وامه عملت واخته عملت. يا خلاص يا بنتي. نا. طب اذا كان الحساب يشمل في دقيقة. نا. او اقل من دقيقة. نا. اذا كان الحساب سيشمل كل هذه النقاط. يعني اين نجد ما جاء انه العبد سيجد جبالا من الحسنات لم يعملها. ده بقى اما اما بالظلم الظالمين لها. ناس افتروا فيه. ناس عشرين تلاتين سنة هم بيغتبوه. هو ياخد حسنات. الله هو اكبر. هم ياخدوا سيئاته وياخد حسنات. الله. اه ده حسنات. اشار اشارة معينة ما اخدش باله منها. راح دفع مرة عشرة دولار كده في ايه. في انه ولد كان مصاريف مدرسة له. مثل جزء. نعم. الولد ده تفوق وبقى طبيبي وعالج الناس مجانة. كل لكم يعمل عملية يروح في الميزان حسانة ابو عشرة. وهو مات وقعد عمليات شغالة. ود عجل شغالة. ان الله لا ياخذ صدقة احدكم بيمين وكلتا يديه يمين. ويربيها له كما يربي احدكم فلوة. زي الجمل لما يقبر. الله يمين. كريم. سبحانه وتعالى. نعم. سبحانه وتعالى. لكن حسابه ايضا معسير. نسأل الله ان يخفف عنا وان يثبتنا. الله. وان نقدم ما يبيض وجوهنا. ويطيل اعناقنا. ويسر بنا قلب رسولنا. صلى الله عليه وسلم. وجه لنا رسالة المشاهدين. او يسر بنا قلب رسولنا. صلى الله عليه وسلم. اقول. بادروا بالاعمال الصالحة. لان الموت يأتي فجأة. ولا يستأذن ملك الموت. ولا يرسل لنا رسالة. ويقول لنا انا قادم كذا. ولكن فجأة. يقال ان فلان كان يشرب الشاي. ثم مالت رأسه ومات. هكذا نحن. سوف نغادر الدنيا فجأة. نسأل الله ان يحسن خاتمتنا وخاتمتكم. بارك الله وفضلتكم. ورحمة الله. ورحمة الله. ورحمة الله. نشكر حضرتكم. ونشكر باسمكم الجماعة. ضيفنا الكريم. صاحب الفضيلة العالم العلمة. فضلت الشيخ مساء الدكتور. عمر عبد الكافي. شكرا فضلتك. بارك الله فيك. شكرا الله. وحتى يضمان اليقاء الجديد. شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. وبرك الله. وبرك الله. الله.